لعبة فالاهايم اشتهرت بشكل كبير وسريع لأنها لعبة فيكينغ وفيها تلعب مع أصحابك لكن في ألعاب فيكينغ كثيرة سبقتها ورح نتكلم اليوم عن خمس ألعاب فيكينغ صدرت قبل لعبة فالاهايم أول لعبة معنا هي لعبة فور أنر هي لعبة من يوبي صوفت جمعت فيها شخصيات من عصور مختلفة ووضعتهم في حرب بينهم ومن هذه الشخصيات كانوا الفايكينغ في اللعبة هم أشتر شخصيات وأقوام وعتمدون على الضربات الوحشية والحركات المميتة يعني تخليك تحس كأنك فيكينغ حقيقي وأكثر شيء يميز اللعبة هي طور اللعبة الجماعي فيها بحيث تحارب ضد لاعبين آخرين أونلاين وأيضا تقدر تلبسهم دروع مختلفة في اللعبة وتستخدم أسلحة متنوعة وفي حركات خاصة لكل نوع شخصية وفي أيضا طور قصة طويل نوعا ما يمكنك أنك تلعب بجميع الشخصيات الأساسية في اللعبة واللي يعتبر توتوريال مدته ثمان ساعات تقريبا ثاني لعبة معنا هي لعبة هيل بلايد سينوز ساكرافايس لعبة هيل بلايد من الألعاب اللي وضعت بصمتها على الجمهور وعجبوا فيها وحصلت على جواز عديدة وقتها فكرة اللعبة أنك تلعب بشخصية من الفايكينغ اسمها سينوى وفي رحلتها المليئة بالمخاطر والألغاز واكتشاف ذاتها واللي يميز اللعبة أنها يعطيك تجربة محاكاة لمرض السايكوسيس وهو مرض يخلي الشخص يسمع صوات خيالية من حوله وما يقدر يميز بين الواقع والخيال وهذا اللي يصير مع سنوى بحيث أنها تسمع صوات حولها كثير التوسوس لها واللعبة فيها قصة مظلمة وحوارات فخمة وتصميم المناطق فيها جميل جدا وفيها تنوع أيضا في البيئة بحيث يكون في مرحلة عن النار وهكذا ثالث لعبة معنا هي لعبة في هذه اللعبة راح تلعب بشخصية فايكينغ تحطمت في سفينتها ووصل إلى فينلند وهي موطن الفايكينغ هناك عليك أنك تبحث عن موارد وتبني لك منطقة وأيضا تقوي نفسك وتجمع لك جيش خاص فيك عشان تقدر تواجه زعيم الفينلند وتنتصر عليه وتعيش بسلام مع عائلتك أكثر شيء ميز اللعبة هو الرسوم الجميلة فيدخلك تحس أنك تلعب في قصة مصورة جميلة جدا رابع لعبة معنا هي لعبة فيكينغ باتل فور أسغارد هي لعبة في عالم مفتوح وفي تلعب بمحارب من الفايكينغ في منطقة أسغارد وهي تعتبر موطن الآلهة النورماندية ورح تحارب الجيوش هناك وتهجم على المعسكرات وتستولي عليهم وتحارب ضد وحوش متنوعة في معركة مرحمية وفيها عامة الاستكشاف بحيث تكتشف المناطق وتبحث عن أسعار المخبأة فيها ونظام القتال أشبه بألعاب قودفور القديمة لكن في عالم مفتوح وآخر اللعبة معنا هي لعبة The Lost Vikings هذه اللعبة الكرتونية تخليك تتحكم في ثلاث شخصيات فايكينغ ولكل واحد منهم خاصية تميزة عن الثاني مثل اللي يماسك درع يقدر يدافع للضربات الأعداء ولما يرفع الدرع فوق يخلي اللي معاه يصعدون عليه عشان يصلون لمكان مرتفع والثاني مع السيف يقتل في الأعداء ويستخدم السهم من بعيد أما الثالث مع خوذة يقدر يكسر الجدران بنطحها وأيضا يكون سريع جدا ويقفز عالي أكثر من الثانين وانت عليك أنك توضف شخصيات الثلاثة هذولي في تخطي العقبات وحل الغاز فيها والخروج من مرحلة والفوز فيها هذه كانت خمس ألعاب فيكينغ أعطونا رأيكم فيها وإذا عندكم أي لعبة ثانية ما ذكرناها اكتبوا تحت في التعليقات كان معكم فعد الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر